انا في رأي حضرك ليه ما كناش من اولها بالشراسة الكافية اللي تتماشى مع اهمية الحدث احنا بنتكلم على حنسميها شطين على حد تعبير حضرتك شط منهم في بلدك وعلى ارضك وفي وسط جماهيرك مفيش اعظم من كده فرصة ان انت تتسيد الموقف من اولها اللي حصل ان احنا فزنا حققنا الهدف المطلوب من المباراة ولكن هل الاداء اللي احنا فزنا بي ده بالنسبة لحضرتك شخصيا مطمئن على اللي جاي انا مش راضي انا مش راضي عن مجمل اداء مش راضي جدا يعني فانما اقول ان هدي زي ما بقى السيمة شطين ان احنا ده في راصدنا الهدف في راصدنا نقدر نعمل بيه حاجات كثيرة جدا في المطش التاني في ابل جهان يوم التلات نحنا يعني بس يكون اللعيب على قدر من السواء المسئولية والشراسة بعض الشراسة المطلوبة يعني ان كان منتخبنا كان ناعم جدا بعد الهدف يعني مش على مستوى رغم ان بعض اللعبين كانوا مميزين جدا زي عمر جايبر زي الشناوي محمد صلاح تريزي جي احيانا انما يعني عايزين نقول ان كان ممكن نقدم احسن من كده بكتير بدعم جمالنا وان ده ملعبنا وفرصة في ايدينا كانت الفرصة في ايدينا ان هنجيب هدف تاني على الاقل لكن احنا سبنانا من ملعب بشكل يعني يعني ازعاجنا كثيرا استحواز غير عادي يعني ازعاجنا كثيرا الشناوي اشهال ثلاثة اهداف محققة يعني ما ده شيء يعني مش مبشر برضو خلينا نقول غير مبشر يعني بغض النظر بقى طاقة سلبية ولا ايجابية انا بقول واقع ده مش مبشر لا امور بتختلف على الفكرة يعني في الكرة الامور بتختلف النهاردة انا في حالة بكر ممكن اكون في حالة تانية خالص يعني ولاينا تمنى زيلك استثم نتمنى ان شاء الله يعني ولازم يعني منتخبنا ان شاء الله يغادر النهاردة لبكار ويكون اعتبرهم الرحلة الجاية لقطر ان شاء الله بس اللي يخوف ايه برضو من ضمن تفاصيل المخاوف يعني فكرة لما انت في بلدك وعلى ارضك وفي وجود جماهير واحنا عندنا النوع ده من التحفزات طب كما لما يروحوا هناك بقى حيب الوضع عامل ازاي حيب الوضع معكوس فأرض الخصم ملعبه وسط جماهيره والخصم عايز يطقر ولا يملك غير الفوز فحيكشر عن ايابه من قبل ما نردش يبتدي من اساس هنا محتاجين زكاء تكتيكة علي من كرش ومن لعبين نفسهم اللي بينفزوا في قرض الملعب دي فرصة دي فرصة ان اخطف هدف يعني قدامنا فرقة يعني مضغوطة بهدف في القاهرة فدي فرصة ان انا اخطف هدف يعني ألعب عليهم بشكل عالي جدا يعني ما ننكمش ننكمش الدفاع ده اللي كان موجود في القاهرة لا بس هو كيروش قال كده قال احنا برضو فيه خطة دفاعية هناك أنا هدفع بناك ممكنك بناور خطة دفعية لها شك هجومي ممكن خطة دفعية لها شك هجومي يعني مرموش لازم يلعب من البداية وكنا عندنا اللعيبة اللي عندها سرعة الارتداد الكافية من الدفاع للهجوم باستثناء صلاح بطبيعة الحاجة وان كانت مركوزه برضو بيساعد على سرعة الانطلاق طبعا ومزعج يعني من نسبانه هو مزعج يعني يعني أنا شايف ان مرموش موجوده مع صلاح في الخط الأمامي مهم جدا لانه مش بس هدر يعني هو ممكن قال مصطفى محمد في اللعبة بالرص إنما عنده عنده حلول فردية ومحراب عنده حلول فردية كتير جدا ويقدر يختفاته في أي لحظة ويقدر يبقى داعم لصلاح في الخط الأمامي فده طبعا أنا بقول لي يعني مرموش مع عمر جابر كان عامل جبهة إيجابية جدا مع محمد صلاح لازم يبقى موجود إن شاء الله يعني أنا متوقع إن احنا نشوف ماشي أحسن من المتعكرة يعني مسهل إن شاء الله ليه لأن انت على بعد سين دي ايه من المنديال فده حافز هيحركك أكثر